ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين مع فقرة كلها خير فقرة كلها سعادة كان معنا جمعي التنمية المجتمع المحلي بتأسيم غنيم الإسبوع اللي فات معا نقضي على الفقر استمرارا للقضاء على الفقر استمرارا لسعادة البسطاء استمرارا لإدخال السرور على المحتاجين إيدك في إيدي الإيد في الإيد الخير بيزيد الكلمة دي ألهلنا المحاسب طارق محمود عبد المجيد عدو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بتأسيم غنيم أهلا وسهلا بيك فهلا ومعانا الحجة هداية عويس عسوي الزيات الشهيرة بأم فارس مدير إدارة العلاقات العام ومعانا النهاردة اتنين يعني شعلت نشاط الأستاذة حنان حسن السيد محمد مديرة الشهون الإدارية والمالية يعني الفلوس اللي بتسعد الناس أهلا بيك يا فندي أهلا وسهلا أهلا بحضرتك الله يخليه ومعانا مدام نفوسة أحمد حافظ اللي الأناطر والأليبية كلها تعرفها باسم مدام بيسة أهلا بيك يا مدام بيسة مدام بيسة مسؤولة الأبحاث أهلا بيك شكرا هنبدأ الأول هنقول لي أهلا وسعلا أهلا بيك يا مدام حافظ هذيك مسؤولة الشؤون الإدارية والمالية أيوة عايزنا نعرف السادة المشاهدين الشغل في الجمعية للشؤون المالية والإدارية بيتم إزاي؟ بالنسبة للشؤون المالية بيبقى أنا مسكى ثلاث سجلات سجل المصروفات والإرادات وسجل الأسر اللي بتأيد بيها بعد الأبحاث ما بيقود عليها أوكي بأيدها بتسلسل بالحروف بالحروف آه بيقود بالحرف عشان بيبقى ساعات الأعداد كبيرة وكده عشان لما ديك الدورة عليهم بسهل آه آه يبقى سهل وبترتب برضو نفس الدوسات بتاعتهم بالحروف آه الألف مع الألف والبي والحاجات دي كلها تمام وبالنسبة للسجل التالت اللي هو محاضر مجلس الإدارة آه لما بتكتب وبتتبعات للشؤون الاجتماعية آه بتاخد عليها موافقة بترجع لي منها نسخة أقايدها وديها تسلسل في السجل تمام أو رأملية صرفة داخلة البنك لازم بتتأيد في المصرفات والإرادات تمام آه أستاذ طارق آه المحاسب الجميل الله يكريم عده مجلس الإدارة الله يكريم آه في أخبار عن الأرض آه إن شاء الله الأرض كان لها جالسة كتير سألتنا مبارح آه جالسة آه تأجلت لمدة شهر آه بيعملوا حاجة اسمها إعادة إعلان آه آه لإجراءات قضائية آه وإن شاء الله تعجلت الحق به في الجالسة الجاية إن شاء الله طب وهي طبعا تم شراقها بالكامل وصحبتها اللي هي تبرعها بها المشتري أو الله هو دفع التمن يعني إن شاء الله تحضر معنا في الجالس الجاية عشان نخلص الإجراءات يعني بشرة نزفوها لأهل الأناطر الخيرية إن شاء الله إن شاء الله Dieجراءات الأولية تمت وبعد كده هنبتدي على طول جمع التبرعات ليها علشان نعمل مركز إعادات طبية متخصصة ومكتب تحفيظ القرآن إن شاء الله إن شاء الله في المكان ده بأمر الله إن شاء الله وده دي حاجة مهمة واليومين دول طبعا بقى بمناسبة مولد النبي برضو شغالين في نشاط جمع الحلويات من المحلات المشهورة في الأناطر نستاذ المخرجنا الجميل لو فيه صور تعرضها معنا بعد إذنك فيه فعلا ناس يعني سابقت وتبرعت وفيه ناس وعدولنا إن شاء الله يجبولنا يوم الجمعة وإن شاء الله نعمل حفلة يوم الحد هنجمع الأسر الفقيرة والأنتام اللي عندنا في الجمعية وهنوزع اليوم في احتفال مقر الجمعية ودي برضو بمناسبة حدثين جمال مولد النبي على صوت والسلام مذكرى انتصارات أكتوبر فهي فرحتين وعيدين في يوم واحد إن شاء الله وكل سنة والشعب المصري كله وحضرتك طيب وأكيد أعزائي المشاهدين زي ما انتم شايفين عرض صور الجمعية يعني قد إيه فيه شغل قد إيه فيه مشاط بجد فيه إسعاد للفقراء والمحتاجين هنرجع ونقول مدام هداية عيسوي الزيات أم فارس مديرة إدارة العلاقات العامة فيه سؤال عايزة أسأله لحضرتك احنا كان معنا مدام حنان مسؤولة الشؤون الإدارية والمالية لو حد جالك تعبان ومفيش فلوس بتعمل ايه؟ بضطر مثلا فيه داكاترة عندنا في العيلة لو مفيش في الأناطر بأضطر مثلا أتصل بقريبنا أنا في حالة كالجاتلي حالة واحد كان تعبان جدا ابنه وهو يعني حالته تحت السفر يعني شوفوا الراجل دا تقول عليه أنه هو كويس جدا وسبحان الله يعني تحسبهم أغنياء من التعاف وهو دا فعلا ينطبق على الراجل دا فقال لأن عايزة الودة عايزة عملية هتتكلف كتير جدا وأنا غير قادر قلت له خلاص تعالى فاتصلت فعلا بدكتور سلف منتي اسمه دكتور ياسر دكتور أسنان دكتور ياسر صفحي بعفر فاتصلت عليه بصراحة لب طلب بتاعي ورح فعلا عملو عملية واستقصلوا الدرس بدون مكابل خالص وفعلا بقيت فرحانة جدا الدكتور عمل عملية ما خدش لا 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 خالص الدكتور ياسر اه ياسر صفحي جعفر عملو العملية واستقصلوا الدرس cope مكان هذا بنقهل كل التحية والتخير للدكتور ياسر ايه اه صبحي جعفر ياسر صبحي جعفر كل التحية لخضر ففعلا مرضوهش خالص فحقيقي أبوه بقى فرحان جدا يعني بالولد إنه خلاص ابني ما حسش بحاجة حقيق يعني دكتور شذر جداً فأنا كنت خايفة على الولد يعني في العملية كبيرة وكادت هتكلف مبلغه بيه وهو أصلاً ما واش حاجة فسبحان الله عمله العملية ربنا يجعلكم في الخير رجع فرحان جداً وباباه جاي لي وشكرني هو والولد فبقوله بابا طبعاً عامي ليه قال الحمد لله زي الفلق تبخد منك حاجة قال لا ما خدش مني أي حاجة ربنا يجزي خير كل خير هنروح لمدام بيسة اللي هي تقريباً النقطة الأولى في بداية البحث صح؟ حضرتك مسؤولة أبحاث الموضوع بيتم إزاي؟ الموضوع اللي أبحاث بروح أعملها بلاقي الحالات بتحتاج ببلغ رئيس الإدارة وقوله إن الحالات تستحق فبتالي على كده بيبقى فيه كونس دخلة فبتالي إن هو يجيني بطلق وبيشوف الدكتور عايز كام بيبعتني نعمل عملية أو نساعده أي شيء حالات بتيجي مش محتاجة وببقى أبنى بحث جامد عليها وبينفعه بيبقى خلاص الإدارة بطرق تمام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس في حد رحلة رسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أي الناس أحبوا إلى الله عز وجل قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أحبوا الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحبوا الأعمال إلى الناس سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربة أو ضيق صلى الله عليه وسلم أستاذ طارق نفسك في إيه؟ نفسي أن أولا أن ربنا يرفع الغمة والوباء عن الشعب المصري وعن العالم كله وإحنا الحمد لله في الجمعية بنحاول ونساعد مع الدولة بأن احنا بنعالج مرض الكورونا مجانا تحليل وأشعة وعلاج على الهوى مباشرة حتى من غير ما يجدنا ممكن يتصل بالتليفون حالة عبانة محتاجة أمبوبة أكسوجين وصلها له لغاية البيت محتاج مصر منظم جهاز جهاز أكسوجين مستشفى بنتصل له بوزارة الصحة قدامكم الأرقام التواصل معنا لأي حالة محتاجة فاورا يعني في أي ساعة من الليل أو النهار بنتصل بطارق وزارة الصحة وبتعاونوا معنا بنتصل بالدكاترة اللي موجودة في الأناطر الدكتور ممضوع صراج الدكتور صفحة حجازي الدكتور محمد هيكل الدكتور مصطفى الشرقاوي الدكتور راجب فاتحي جميع الأطباء الدكتور عبر رحمان جعفر كلهم بلا استثناء الدكتور عمر جمال الدكتور أحمد سعيد مجموعة من هيلة من الجيش الأبياء الدكتور أشرف الصياح رئيس لجنة قوام الانتظار في الهيئة على عمل التأمين الصحي راجل في منصب عالي جدا يرد علي في أي لحظة من الليل أو نهار المهندس مصطفى مجاهد معينه مش مجاله هو الرئيس الجمعية باتصل بيه هو وابنه الدكتور محمود مصطفى مجاهد 24 ساعة كلهم يا فندم من أجل الخير من أجل الخير حضرتك بتتكلم من شوية اتكلمت عن احتفالية أكتوبر إن شاء الله نحن كان عندنا مبارح احتفالية أكتوبر للحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي والفكر المتطرف وكان طبعا دور الجمعية بجد مش دور خيري وبس دور اتماعي ودور إنساني ودور ثقافي ويعني جم دعم للحملة حبا في مصر مخرجنا الجميل كان فيه صور لو جاهز بيها معانا صور ولا لسه شوية مخرجنا الجميل فيه سر هقوله للمشاهدين دايما يعني الراجل لما بيروح شغله بيرجع ساعتين ثلاثة لبيت ساعات يعني بيتخانق مع امراضه طب أنا عايز أقول حاجة ما دام حنان زوجة الأستاذ طارق اللي قاعدة معاه في الشغل وفي البيت يا عادي يا حي طب هنتكلم عن الصور الأول وبعدين نرجع لكم الصور دي في جنينة أبو عمار في الأناطر الخيرية كان احتفالية بمناسبة الحملة المصرية لدعم الدولة لإعلام السياسي كانت مشاركة من رجل الدين الأزهر والكنيسة ورجال الحب وأبطال اللي شاركوا في اكتوبر أبطالنا اللي شاركوا في اكتوبر كانوا حاضرين أصلا الحفلة دي معمولة تكريما ليهم وكانت جمعية تنمية المجتمع جات كلها كلهم جنب صراحة يعني فرحا وابتهاجا لنصر اكتوبر زي ما انتوا شايفين كل دول هيئة مكتب الحملة المصرية والأعضاء ورؤساء اللي جان ورئيس الحملة المصرية أنا مش عايز أقول اسمه معين عشان محدش يزعل منه يعني أنا لو قلت اسمه ممكن أسا اسم تاني هنتوقف عند الصورة دي شوية دي عائلة الأستاذ محمود وهيب الذي أكني له كل تقدير واحترام وعائلتي أنا ناجل خطيب في صورة بعدها بس عند الصورة دي الصورة دي فيها البنت الصغيرة دي اللي اسمها جانا اللي عيد ميلادها بكرة وبقول لها كل سنة وانت طيبة يا جانا عيد ميلاد سعيد ودايما يا رب تكون السعادة للأمة كلها ودايما نكون في سعادة نرجع حبيبنا اللي منورنا في الستوديو الله يخليك هنرجع تاني الكاميرا هتروح عند مدام حنان زي ما قلنا انت ملازمة في البيت وفي الشغل ليه؟ حب ده ولا إيه؟ أكيد طبعا الموضوع ده أكيد أنه هو لا ما جاشه بالصدفة ويعني كان فيه موظفات أو عاملات في الجامعية استقالوا أو مشوا فكان فيه بقى دروب في المجال اللي هو موجود دلوقتي اللي أنا مسكاه فهو يعني طلب مني أن أنا أجي وامسك الإدارة دي بتاعت الشؤون المالية والإدارية سعيدة بشغلك؟ أكيد طبعا أكيد أعمل الخير ممتع وخير جميل جدا الواحد بيتمنى أنه مبقاش فيه أسر فقيرة ينتهي كلمة فقري دي ما تبقاش موجود زي ما الرئيس السيسي كده أمنياته إنه هو يقضي على عشوائيات ما يبقاش فيه عشوائيات في مصر أنا أمنيتي برضو إنه مبقاش اسم أسر فقيرة ما يبقاش فيه فقري جدا خالص في مصر من خلال من خلال التبرعات اللي بتيجي من أهل الخير ورجال الأعمال وكل اللي يقدر على حاجة يعمل الناشد أهل الخير ورجال الأعمال إنه هما يقفوا مع كل حد محتاج عن طريق جمعية تنمية المكتبع وعن طريق أي جمعية بتهجب تقدم خير للخير حننتقل لمديرة إدارة العلاقات العامة بجد أنا عرفتها من فترة قريبة ولكن هي شعلة من النشاط بصدقة حد حابب للخير بتكلمني 48 ساعة في 24 ساعة كل كلامها عايزين نعمل كذا طبع عايزين نكلم حد نجيب كذا كل همها وشغلها إزاي تجيب حاجة إزاي تجيب هدوم إزاي تجيب فلوس إزاي تجيب إعانة للفقراء بس عايزين نعرف أنت كل الهدوم اللي بتجيبوها قديمة ما فيش هدوم جديدة لل والله أنا أتمنى من أهل الخير يجيبوا ملابس جديدة للأطفال يعني نعيد بتاعها كل واحدة ساعة المرتب الشهري هم جايين فنفسي مثلا ما ياخدوا هدوم مستعملة نديهم جديد ياريت أي مصنع أي محل المحلات الكبيرة يجبوننا ملابس جديدة لاخدينها على المصل الشيطة فعايدين كل واحد ممكن نديله طأم على الأقل خالص كل أسر نديه طأم أو طأم جديد بصراحة الواحد يعني أنا عن نفسي بقيت من دايقة عشان كل بياخدوه كلها ملابس مستعملة يا جماعة دعوة دعوة أنا ده أملي أديهم ملابس جديدة دعوة للسباء في الخير دعوة لكل أب اللي عنده ولدين واللي عنده ثلاثة يعتبر أنه عنده أربعة واللي ربنا مدهوش أولاد أكيد لما هيتصدق ربنا هيكرمه دعوة لكم يا جماعة والله اللبس اللي هتجيبه للفخير والمحتاج أنت اللي هتؤجر عليه عند ربنا مش اللي هتجيبه لإبنك لا وفيه بطاطين كمان احنا داخلين على الشتاء اه داخلنا على الشتاء ففيه ها دلوقتي أنا أناشط برضو ببطاطين بطاطين تيجل الناس دي لحد بيطع جماعة التنمية المجتمع تأسيب غنين ويتصل علينا على الأرقام بتاعتنا وعايزة بطاطين حلوة بطاطين تيئلة زي اللي احنا بتغطى بها أيها طبعا ما يجريش البطاطين بها الخفيفة اللي هي لا تصلح وطبعا نيجي نوزعها فالناس هي تتمنى أي حالة يعني اللي بجيبها بس أنا ببقى في نفس المكان نفسه فبيصعب عليها الحالات فببسلقيهم فعلا بطنية هو ده سريرهم هو ده مخدتهم بطنية على الأرض ففعلا حالات دي اللي غير ان انا بتكلم ويسمعني غير انه هو بيشوف عينيه جميل ففعلا تخيل بقى مطرة نزل عليهم من خيوط من السقف أنا عملت مثلا صديت حوالي كم سقف بيت بدرجة يقولولي المطرة بنودي بلادنا عند الجرام يعني فيه ربنا جعلنا بقلوب عندنا قلوبنا دي فيها رحمة اللي حطنا في الجنوان مثلا جابنا في المكان ده حس بصعوبة الناس دي عشان أنا لوصلهم لحد ما فيه بيودوا أولادهم عند الجرام أنا ريحة عشان حيالة طب والجرام هم زيهم محتاجين هيودوا أولادهم فيه هيودوا أولادهم فيه يعني لو الجرام زيهم عايزين سقف عايزين بطنية حيروخوا فيه سستر الجميل كان فيه كلمة كنت مجاهزة موجودة ولا ان شاء الله والكلمة دي بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر تمام بنقول لكل الشعب من مصر صباح النصر نعم من نصر لنصر يا غاليا يا مصر نعم كلنا مقاتلين نعم عشنا وعدينا من أرض وبحر وجو ما بنعرفش المستحيل جيل ورى جيل من أحمس للسيسي بحبك يا رئيسي حب شعب أصيل لا بيتغير ولا بيميل قدوتي محمد بطل الأبطال يوم بدر كان الانتصار وفي يوم 6 انكسر العدو الغدار أصلا جندي من حديد ومصر كلها جنود وتعيش يا مصر وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بجد أحب أقدم تهنيئة سريعة كده لانضمام الأستاذة داليا آسم وهي بتعمل في الجمعية وتعمل بنشاط طبعا انضمامها معنا لأسرة برنامج تحديات الحياة أهلا وسهلا بيها معنا وتهنيئة صغيرة لمتعدد الألقاب الشاعر الإعلامي اللي اتكرم من السيدة انتصار السيسي آآ وقريبا إن شاء الله هيلطحق بكلية الهندسة آآ مصطفى أشرف آآ وآلف مبروك وربنا يوفقه وكان فيه حاجة المفروض كانت هتتعرض بس الصورة ما كانتش واضحة بنقوله ألف مليون مبروك ليك يا مصطفى آآ نرجع تاني لمدام حنان اللي مش عايز تسوك جزء خالص لا في البيت ولا في الشب نرجع حنان احنا داخلين على الشتة بجد نفسك تقولي ايه للناس القادرة نفسي ان هم فعلا نجيب لهم بطاطين ويجيب لهم لبس شتوي لأن الشتة شكله السندي صعب داخل بدري ونفسي كل أسرة لو هي ما عندهاش بيت أو سقف يغطيها الناس تتبرع أهل الخير تتبرع ان يساعدون ان نعمل الحاجة دي نحنا نسقف لهم بيت يبقى موجودين يعني في بيت أربع حيطان وسقف ومعهم حاجة ده فيه لأن الشتة صعب وطبعا كل ده يعني ايه بيبقى من عند الله يعني ربنا بجزيهم خير كل اللي هيقدم خير هيلاقي الخير أكيد المصرين بجد بطبيعتهم العاطفة عندهم كبيرة حتى لو حد زعالهم وجي لا بينسى بسرعة بننسى احنا بينسى بسرعة نرجع لمسؤولة الأبحاث اللي هي أقرب حد للفقير اللي هي بتروح وبتشوف على أرض الواقع الحالات اللي يمكن احنا ما بنشوفها احنا الورق بيجي لنا جايز نفسك في ايه نفسك تقولي ايه نفسي اي حاج بنحتاج اي حاجة بنساعد بيها بيضرطيهم مرة واحدة قالتلي ان فيه بنت عروسة بس جروف أمها تعطينا فأمنين بقى من المنيرة عايزة تجاهز بنتها ومش عارفة عايزة أبو تجاهز غسلة غسلة فجيت قدتلي للريس قدتلي للريس اه فيه واحدة زوفها كذا 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 ومحتاجة غسلة عشان بتبدا تجاهز قالي انت روحت عملت لها بحث قدتلي لا هي في المنيرة بس عروح لها رحت لها المنيرة خدتها وروحت المنيرة عملت بحث ليت فعلا محتاجة غسلة وروحت قلت للأستصار جبت لأورق بتاعتها لحلأ الصصار كلمني قالي خلي المدام دي تجي التروسيك وتقابلي انتي والمدام عند بتاول الطايع وجبنا لها غسالة اوتوماتيك وحطناها فيها وبعتنا بالتروسيك للناس قريبوا في شرعة 17 راحوا مديين سجاتين كبار وغسالة بيبي هي دي مصر هو ده الشعب المصري يعني انتوا كنتوا عايزين حاجة واحدة بس السيس بقت فرحانة وبقت رجبة التروسيك اللي بتدعي ما شاء الله م providerか Arduino بدينا كل ذلك مدام هدايا عاقلنا موقف حلو جميل يعني حصل معاك موقف حلو برضو جات لي برضو ام بنت عروصة فعايز اي جهاز ليبنتها وأبطولي أنا عايز اي حاجة كراسي كده ولا اي حاجة فطبعا كلمت اللي فعلا لقيت حاليتها كان باباها مات في حادثة وحادثة نونسيكل والابن جات له كم سنوية عامة شاف باباها هو طبعا في الحادث فالواد فقت عقله خالص مش جريب بأي حاجة دخلوا ما صح وصرفت عليه كل الفلوس اللي عندها فجات قريت انا عندي عروسة فطبعا عرضت الموضوع على الاستاذ طارق فقال لي انا تعالي استيس جي عايزة عايزة بس اي حاجة اي حاجة عندها عايزة تشيلها فطبعا استوجدنا صفرة وروحتنا حاجة يعني لبيته وطلباتنا كل بحث كل حالة كل مشكلة بتوصل للأستاذ طارق والأستاذ طارق سريعا جاهدا ما بيتأخرش على طلب اي حد دعوة لكل قادر من خلال جامعية تنمية المجتمع المحلي بتأسيم جنيم اللي هتعمله هتلاقيه عند ربنا بنشكركم جميعا بنشكر الأستاذ المحاسب طارق محمود عبد المجيد عدو مجلس إدارة جامعية تنمية المجتمع بتأسيم غنيم بنشكر الأستاذة حنان السيد محمد مديرة الشؤون الإدارية والمالية وبنشكر الأستاذة هدايا عسى وزياد أم فارس وبنشكر الأستاذة نفوسة أحمد حافظ وقتنا خلص الشهيرة ببيسة معلش وقتنا خلص في وقت يا مخرج يا جميل الدكتور نصيف في حالة دلوقتي في المستشفى يحولها آه في حالة الدكتور نصيف في المستشفى يحول حالة يحول حالة انتهت حلقتنا نشوفكم الأسبوع اللي جاي على خير إن شاء الله سلام عليكم